موسيقى 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 جيوس السفر بطاقة العريف البيومترية فتحت مد المعطيات بيومترية معطيات بيولوجية نحد بها هوية الأشخاص الاشكالية فيار ده Burch انها فضلا حسسمة جدا يعني تمس الذات البشرية فاحنا كمو نظم taqseisnau ونشوفه كونه المعرفيت البيومترية لابد من رجالها حوال العالم ولا بد من تقليص قدر الإمكان والاعتماد عليها وجعلها آخر حاجة يعتمد عليها المنظمات والحكومات والشركات لتعرف على هوية الأشخاص لأنها بصراح حاجة حساسة جدا تمس كينونة البشر وما نشوفوش عليش لإثبات هوية قانونية يلزم لعبات تعتمد على المعطيات البيومترية عديد الحكومات والشركات والهيئات نظرا للسردية التي تقولها خاصة الشركات الكبرى في مجال المعارفات البيومترية تعتقد أن المعارفات البيومترية هذه هي حاجة تثبت بدون أي شك هوية البشر هي حاجة مؤمنة وهي حاجة تخلينا نطمئنه أن الشخص الذي قدامنا هو فعلا الشخص المعني بالمعارف البيومتري لكن هذا أثبت تجارب وخاصة تجربة في الهند أنه ليس صحيح أنه يمكن مثلا اعتماد بطاقات أو حتى يعني هويات غالطة مقرصنة يمكن التحاير على هذا يمكن قرصنة قوعد البيانات اللي للأسف عديد الحكومات اللي قامت ب إنشاء معارفات البيومترية اعتمدت في ذلك والاعتمدت في نفس الوقت قوعد بيانات البيومترية وهذا ما يعرض الهويات للملايين الناس اللي اختر كبير ويمكن أي شخص متحيل أو القراصنة لبيغات أنهم يستعملوا هويات غيرهم في جرائم أو في أعمال غير قانونية نرى مشروع القوانين مثلا مشروع قانون تنقيح قانون بطاقات التعريف يرحل لأمر ترتيبي الخصائص الفنية والتقنية لبطاق التعريف كيف كيف القانون بطاق التعريف وقانون جوالسفر ما ذكرش في نص القانون ما ذكرش مثلا قاعدة البيانات البيومترية ما ذكرت كان في شرح الأسباب لقانون جوالسفر أمور الفنية والتقنية تم ترحيلها الأوامر الترتيبية الهناه يخلق اشكالية كبيرة لأنه احنا باش نتعامل مع معطيات البيومترية في علاقة مباشرة بالمعطيات الشخصية للمواطنين المواطنين وفي علاقة بحقوق دستورية أساسية اللي هي الحق في الخصوصية والحق في حماية المعطيات الشخصية وبالتالي ترحيل يعني الأمور الفنية اللي باش تكون مربوطة ارتباط وثيق بالمعطيات البيومترية الحساسة هو للأسف نوع من التهرب من النقاش العام اللي كيما باش يصير مثلا في مشاريع القوانية في مجلس النواب لو يتم ترحيل كافة المسائل الفنية للأوامر الترتيبية ما يمكنش ما يمكنش أن نقوم بهذا نقاش العام وبالتالي ما يمكنش أن المواطنين والنواب يقوموا بدورهم في سن قوانين تحميل حقوق الحريات الأساسية ودستورية للمواطنين والمواطنيات القاونين هذية اللي مايزها أنه الجانب التقني اللي المشاريع عيقول كونه باش تضبطوا بأوامر هو يعني يمس من صلب الحقوق للمواطنين والمواطنيات لأنه في الجانب التقنية باش نلقاو طبيعة الشريحة باش تكون شريحة تلموس سيئة أو لاتة لموس سيئة باش نلقاوها لأنه باش تتم اعتماد قاعد بيانات بيومترية ولا لا وهذا ممكن نفهم أنه باش تتم اعتماد قاعد بيومترية حسب المشاريع لأنه منصوصة عليها ولو بطريقة عرضية في شرح الأسباب في خص مشروع جوازات السفر فيعني الأمور الفنية والتقنية هامة جدا ولابد من أنه يتم التنصيص عليها وعلى أقل يتم التنصيص على بعض القواعد الهامة والأساسية عليها في نص القانون من جملة ما لابد ومن رأينا كمجتمع مدني أنه ما يلزمش انشاء قاعد بيومترية من غير المعقول أنه الدولة سي تنشئ قاعد بيومترية المواطنيها الكل بما يمكن أنه هذه قاعدة البيانات تتعرض الخطر القرصنة يختر السوق الاستغلال سواء من داخل الدولة أو من الأطراف التي تتعامل مع الدولة للأسف مشاريع القوانين جاءت بصياغ فضفاضة وعامة وكما قل تم ترحيل الأمور الفنية الأساسية التي تتعامل مباشر مع المعطيات البيومترية والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنيات تم ترحيلها إلى أمر الحاجة الوحيدة والتي نرى بطبيعة غير كافية هو أن هذه الأوامر سيتم أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فيها لكن هذا مشكفي لأنه يعني كما فما دستور يحمل حق الحريات كيف كيف زاد القانون هو يحمل حق الحريات بعد الدستور مش الأوامر التنفيذية علاش لأن القانون يمكن مناقشته من طرف الممثلي الشعب في مجلس نويب الشعب ويمكن مناقشه هذا علنيا على مستوى اللجنة البرلمانية المختصة يمكن استشارة الخبراء المستقلين يمكن استشارة المنظمات يمكن استشارة الجمعية الحقوقية فهذا يخلي أنه يعني الاستشارات هذه الاستشارات العلنية تخلي أنه الحقوق والحريات يتم تنصيص عليها في القانون وتكون محفوظة كما ينص على ذلك الدستور لذلك ما يلزمش ترحيل الأمور التقنية للأوامر الترتيبية ومرة أخرى نؤكدوا أن الصيغة اللي ورد بها زمى شريع القوانين فضفاضة جدا ولابد من تحديد قواعد عامة وأساسية من أجل حماية تحقق الخصوصية وحماية المعطاية الشخصية للتونسيين والتونسيات تجربة الهند تجربة الفيش بامتياز اللي ما يلزم حتى بلد في العالم تقتدي بها هذه التجربة للأسف نشوفوها أنها يعني يتم الدفع بها حتى من منطرف منظمات دولية أو هيئة دولية كما البنك الدولي والتجربة هذه أثبت تفشلها عديد المرات يعني تقريبا قاعدة البيانات البيومترية أدار الهندية هي أكثر قاعدة بيانات بيومترية تقريبا تم اختراقها وقرصنتها نلقاه هذا ما يؤدي بطبيعة إلى إمكانية انتحال هوية الأشخاص من دون علمهم إلى إمكانية بيع المعطيات الشخصية الحساسة للمواطنين في الداركويب فهذا الكل يعني يمس مباشرة بالحوق الحرية للمواطنين يجب أن نواضح أن المعطيات البيومترية هي معطيات فيزيولوجية حساسة لا تبدل مثلا الاسم واللقب والعنوان تبدلهم بقرار قضائي العنوان يدقل من دار ويتبدل العنوان لكن المعطيات البيومترية كما صورة الوجه المرقمنة ولا البصمات تصويبها لا تبدل لو يتم قرصنتهم أو تسريبهم يعني هذا تم تسريب إلى الأبد يعني لا تنجم ترجع هذا هو الاختر الكبير وبالطبيعة إذا كانوا نعملوا قاعدة بين البيومترية الاختر يجب أن يكون قائم في تونس تخوفنا الكبير هو أنه الهيئة لا يتم اشتاعين فيها عضاء الجد ورئيسة ورئيسة جديدة بعد نهاية العهد الحالية للرئيسة بالنيابة هذا التخوف يجب لي ممكن أن الهيئة لا تجم تقوم بالواجبات المنوطة بعوذاتها مثل ما نص عليها مشاريع القوانين اللي بالمناسبة تم التأكيد في مشاريع القوانين على احترام القانون 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطاية الشخصية وكذلك على استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطاية الشخصية في معظم الأمر الترتيبية اللي بيشتصر عليه لكن هذا ما يمنعش أنه مطلبنا الأساسي كمنظمة المجتمع مدني في 2004 بشيوالي مطابق للعصر بشيعطي أكثر قدرات ومكانيات للهيئة وبشي يتوافق مع التزامات الدولة التونسية منهم يعني اتفاقية مجلس أوروبا الاتفاقية 108 اللي صادقت عليها تونس في 2017 لكن هذا لأسف ما صار نشوف كونه تسرع نحو اعتماد جاوسة فر البيومتري وبطاقة تعريف البيومتري في حين أنه الأرضية القانونية لحماية المعطاية الشخصية مهاش مواكبة للعصر مهاش مواكبة لالتزامات الدولة التونسية كذلك سواء بوجود هائئة أو لي لو ما يتم التنصيص صراحة في القانون على حدود معينة وهامة وأساسية لحماية الحقوق المواطنية في الخصوصية وحماية معطايتهم الشخصية ينجم هذا لقدر الله يؤدي إلى كورث من جملة ما إذا كان يتم اعتماد قاعدة البيومترية مع الكاميرا التي لديها في الشرع كاميرا وكوناس فاسيال هذا من نجم يسمح حتى في إطار غير قانوني ينجم يسمح أنه يراقب أن الأشخاص عندهم إمكانية النفاذ في قاعدة البيونات والكاميرا يراقب لعبات في الشرع وين جاء وين جاء وين جاء على خطر عندهم الموطة البيومترية في قاعدة البيانات وكاميرا يرى لعبات الوجوه يعرف أن فلان الفلان يرى فلان الفلانية في الوقت الفلان في المكان الفلان هذا يعني اعتداء صارخ على الخصوصية نحن كمانورة مجتمع مدني ضده و يعني ونشوف أنه غير معقول وغير منطقي ترجمة نانسي قنقر